ورجعنا لحضراتكم من جديد وحنتكلم عن حاجة مهمة جدا هي جديدة علينا قديمة على العالم كله الحقيقة كورونا خلتنا نلجأ لحاجات كتير وخلتنا بنتكلم عن مصطلحات علمية كبيرة وخلتنا اننا نقول لا حنتعلم اونلاين فالناس تقولك يعني ايه حنتعلم اونلاين لأما احنا لازم نستخدم كل الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة اللي موجودة على الرغم من انه عالميا في جامعات اونلاين بس في مدارس اونلاين بس يعني الطالب بياخد الشهادة معتمدة وكل دراسته عن طريق الانترنت اونلاين محاضراته كتبه كل حاجة موجودة عن طريق التكنولوجيا او بيستخدموا التكنولوجيا في كل مجالات حياتهم احنا ليه حصل عندنا مشكلة وليه دلوقتي عملين نقول تكنولوجيا التعليم هنتكلم اكيد زي ما حضراتكم متعودين مع خبير في تكنولوجيا التعليم علشان يقول لنا احنا ليه حصل عندنا مشكلة هنا في مصر لما جات عندنا كرونا ليه حصل شوية ازمات ليه قاعدين نقول احنا عايزين نتعود على التعليم باشكاله الجديدة هنتكلم اكتر في الموضوع المهم ده وارجوكم اسمعوا الكلام وافهموه كويس وحاولوا ان انتوا تطوروا او نطور من اداءنا واداء ولادنا علشان نقدر ناخد من التكنولوجيا احسن ما فيها ونستغل لها احسن استغلال مش اسوأ استغلال معايا الدكتور مجدي عبد البديع استاذ تكنولوجيا التعليم جامعة تنطا اهلا بحضرتك مرحبا كفان منورنا ومشرفنا والحقيقة موضوع حضرتك بتقول درسه من 1982 ايه فقدم يعني من 1982 كان فيه تكنولوجيا التعليم اه كان فيه تكنولوجيا التعليم فاحرى لسه النهاردة فجئنا اننا بنقول ينهر ازرق ده احنا مش هنروح المدرسة ده الولاد يعمله ايه اه لا اه الحق شوف فيه تابلت طب والعالي يتعلمه ازاي ده كده حيبوزه لا ما يمسكوش البتاع لا لازم يروحوا المدرسة وقعنا في مشكلة كبيرة جدا وقت ما جات كورونا مع العلم ان الوزارة وزارة التربية والتعليم من قبل كده قالت حتدخل التابلت والولاد حينتحنوا عن طريق التابلت وعالانترنت حصل مشكلة مزبوط جيه هنا دور مين دور حضراتكم ان انتوا تفاهمونا احنا ازاي نستغل التكنولوجيا في المصار المزبوط لها كلام سليم طب فاندي مقدمة حضرات الجميلة وهي فعلا بتفتح المجال لأسئلة كتير لما حصل موضوع كورونا وبدأ الفيروس ده ينتشر وبدأت كل دول العالم تاخد اجراءات احترازية لهذا الموضوع احنا من ضمن يعني جزء من العالم طبعا كل دولة بتختلف فعليا على قدرتها على مواجهة هذا الموقف بإمكانياتها المختلفة احنا بيهمنا فكرة التعليم طبعا ان احنا بدأنا نعاني كما يعاني غيرانا من هذا الموضوع طبعا فبدأنا نحس ان احنا في مشكلة كبيرة لان زي ما حضرتك قلت فعلا احنا عاب نتكلم من زمان في الموضوع لكن ما عندناش بنية تحتية للموضوع ده كافية فيه فعلا والدولة بتبزل موجود كبير جدا عشان الموضوع ده يتم بشكله السليم لكن الحقيقة اللي خلنا طبعا ما ننجحش بنسبة كبيرة في هذا الموضوع ان الموضوع جي مفاجئ واحنا طبعا مش مستعدين ليه قوي فبدأنا نلجأ فعلا للوسائل اللي تخلينا ننجو من هذا الموقف لان حضرتك قردي مش هتخلي المتعلم بصرف النظر هو في الجامعة او في مراحل تعليمية اقل انه يعمل فيست وفيست مع المدرس بتاعه فكان لازم ان هو يبتعد عن مكان التعليم الطبيعي اللي هو المدرس طيب هنا مشكلة انا عايز احلها طبعا الحقيقة الموضوع ده جي وكان عندنا بقى فعلا وزارة التربية والتعليم مشكورة كانت ماشية فعلا في فكرة التابلت ومزالت اه بس هي ماشية في فكرة التابلت في فكرة تانية او في مصار اخر ما يبقاش التعليم اونلاين لكن الولاد بيروخوا المدرسة وبيتعاملوا مباشرة التعليم التقليدي مع المدرس لما جينا قلنا المدرسة هتقفل مع انه كل عائل صغير وكل حد كبير وكل واحد معاه تليفون بس بيستخدمه زي ما انا قلت في الشكل الغير صحيح في غير مصار المظبوط يعني احنا بنتفرج على فيديوهات بنلعب بنعمل حاجات بنتابع الفيسبوك وما الى ذلك لكن ان احنا بقى نقول حنتعلم وحنستخدمه مظبوط ونستغل العالم اللي في ادنا ده بشكل صحيح اللي قلنا ما بنعرفش نستخدم تكنولوجيا تمام هو انا قصدي ايه من الفكرة اللي كنت بتكلم فيها ان احنا بقى عندنا قوليدي بنية تحتية كويسة يعني التابلت وفر الحتة دي ما هو اطعم مسافة برافو عليك وكمان بقى المتعلم عنده قدرة على التعامل مع التابلت اللي هو يعتبر جهاز لوحي محمول بالنسبة له فهو فعلا بقى عنده فكرة التعامل ما كانش ده موجود قبل كده احنا كان عندنا ناس في الجامعة ويمكن مازال ما بيعرفوش تستخدم الكمبيوتر حقيقة اه وفي نفس الوقت عندنا تضرب غريب ممكن تلاقي مثلا طفل في المراحل الأولى من التعليم بشتغل كويسة على الحاجات دي طبعا ده دي معدة عوامل بقى بتخش في الموضوع ده إنما وزارة التربية والتعليم بالفعل نتيجة التجربة دي خلت الكل في هذه المرحلة بيتعامل مع الأدوات التكنولوجيا الحديثة دي أول حاجة البنية التحديدة ده مهمة ده عسببت مشاكل تاني مرحلة المعلم نفسه المعلم هنا عنده مشكلة في أنه يتعامل مع التكنولوجيا ده مزال يعني أسيبك من الطلب لأن العيال الصغيرين دي لدي كده يعني أكتر مننا طبعا بس المعلم وقف وأنا مش عارف أتعامل كلام حضرتك سليم ليه؟ لأنه هو كان فاكر أن الأدوات التكنولوجية دي أدوات ترفيه بالنسبة له يعني هو كان بيبص للكمبيوتر بص لأي ناحية تكنولوجية ترفيهية فكان بيعتمد على طريقته المعتادة اللي هو الطريقة التقلدية بنسميها أنه ماسك تبشيرة أو ماسك ألم صبورة وبيبدأ أتعامل بالإلقاء كانت الحتة أو الجزئية بتاعته ما كانتش قوية في الحتة دي أو تعامله مع التكنولوجيا لكن أعتقد أن اليومين دول وفي الفترة دي وفي سنة سابقة بقى فيه دورات قوية عشان أنقل المعلم لمرحلة أفضل فبقينا نقدر يعني نتعامل مع هذه التكنولوجيا دلوقتي بشكل كبير دلوقتي بعدما تضغط علينا بالزبط لكن لما كان عندنا رفاهية الاختيار ما حد روح فردية بقى يعني ممكن أنا اشتغلت على نفسي شويتين فقدرت أن أنا أتعامل مع التكنولوجيا في ناس تانية قالك لا أنا مليش في الكلام ده هاتلي العيال هنا الطلبة وأنا أععد أشرح لهم من عيني هطلعهم أسادزة طب يا سيدي ما ينفعش سجل فيديوهات فأخذنا اللي هي الضربة الأولى في بداية كورونا اللي هي يعني كنا مدروخين شوية كأولياء أمور وكوزارة وكمان مدارس وأسادزة هنا دور أسادزة الجامعة كلام سليم وأسادزة تكنولوجيا التعليم اللي هم يقولون لنا نعمل إيه وهل إحنا ماشيين مزبوط ناقصنا إيه لا إحنا محتاجين نزود هنا شوية نعمل إحنا دلوقتي تقييمنا إيه من في نظر حضراتكم ولها فندم الجهود كبيرة جدا واضحة وملموسة وبتوقت النتائج يعني مثلا وزارة التربية والتعليم عملت منصات إلكترونية خاصة بها وعملت قناة وهتبدأ يوم 13 في الشهر الجاري وكان العمل الفني عليها بدء من فترة قناة مدرستنا اتنين ودي قنوات فعلا هتقدم مناهج السنوي وبرضو هتخش في المناهج اللي قبل كده وإحنا عندنا قنوات تعليمية قديمة على فكرة وعندنا قناة متخصصة في الفكرة دي فوريدي دي مجال برضو كويس إن أنا أقدر أتعاون وعندنا القنوات دي منقولة على الإنترنت يعني أنت تقدر يتراجعيها وتقدر تخشيها عن طريق التلفزيون وعند طريق الإنترنت دي جهود وزارة التربية والتعليم في مجالة وإحنا معاها طبعا لأن كل الأساتزة في مجال تكنولوجيا التعليم هم الوزارة تمتلك خبراء في هذا الموضوع من تخصصاتنا ده اللي حصل في المدارس ووزارة التربية والتعليم الحقيقة أيما بموجود كبير جدا وملموس وبتقدر تواجه الموقف واخد بال حضرتك يا شغالة دلوقتي تعليم مدمج يعني يا شغالة دلوقتي أن الطلبة بيحضروا يومين أو ثلاثة حسب كسافة المدرسة برابو عليك فانديمو تكمل بعد كده أونلاين وعن طريق القنوات المتخصصة إحنا في الجامعة ما بعدناش عن هذا التفكير برضو إحنا عندنا بنحضر أيام معينة في خلال الشهر كله والباقي أونلاين وعملنا منصات عن طريق برامج كتيرة قوي بنقدر نوصل للطلب لدرجة أن إحنا الواتساب اللي هو البرنامج العادي اللي هو مع الناس كلها بشكل غير تعليمي إحنا بدأنا نستخدمه أيضا في عمل جروبات بشكل تعليم وبنخش عليه بشكل مفيد جدا يعني الناس كانت بتستخدمه كنوع من أنواع مواقع التواصل الاجتماعي أيوة والاتصال العادي إحنا تدخلنا دلوقتي وكل دكتور عمل جروب بيخش عليه طلبته وبيتكلم معه لو يعني مفيش طالب هيهرب وقولك أنا ما عنديش واتساب لا بشكل إنت عندك وهتبو واتساب كلامك سليم ده على فكرة حضرتك أصارت نقطة مهمة الوقت لأن الطالب أحيانا يفشل في الدخول على منصة الجامعة لكن هو لا يفشل في الدخول على الواتساب فأنا قلت له لا أنا معك في التطبيق اللي أنت شغل بي أنا معك على الواتساب أنا معك على الفيسبوك سنشتغل فيديوهات كأنك بتشايت مع أي حد كلامك سليم تماما لأن فعلا منصة الجامعة أحيانا ما بيقدرش الطالب فعلا تواصل معك بسبب أو بآخر ممكن عليها ضغط كبير من الطلبة ممكن يعني في أماكن برضو ما فيهاش انترنت قوي فما بيقدرش برضو إيه يخش لكن الواتساب بيقدر فعلا ومش أقول لحضرتك بأقل الإمكانيات وممكن يخش على التطبيق أصله برنامج خفيف وسهل الاستخدام ويعني موجود مع كل يعني كل الناس يقول لك بعاتي على الواتساب صح مفيش طالب هيحرب منك كلام سليم فاحنا المنصات الإلكترونية دوقتي اشغالة في جامعات مصر لكلها والدولة فعلا واخدى إجراءات مهمة لأن الفيروس دلوقتي ممكن زي ما بنستمع يوميا أنه ممكن تيجي موجة تانية حاليا شغالة كلام سليم كلام سليم فاحنا مستعدين والتكنولوجيا أصبحنا بس احنا ما عندناش استعداد اننا نقفل احنا خلاص المرة الاولى احنا فهمنا الدنيا ماشي ازاي فاللي انا دايما بقوله واللي بطلوبه من كل الناس وبستحلفهم بالله والله العظيم انه كل واحد يحافظ على نفسه عشان يحافظ على اللي حواليه ودي مش صعبة يعني مش صعب ان انت تحافظ على نفسك تلبس كمامة يكون معاك وحلك ربنا قال خضوا بالأسباب صحيح وسألوا أهل الزكر واحنا المفروض علينا نعمل اللي اتنين لكن لو حد تصاب يبقى دي إرادة ربنا ومش بإدنة لكن احنا نعمل اللي علينا كما يجب لها المزايا بتاعتها تمام والمزايا بتاعتها اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي ان هي خلتنا نجري علشان نستخدم التكنولوجيا ده صحيح يعني أنا بقول لحضرتك انه من زمان من فترة طويلة أنا كنت باخد كورسات أونلاين وباخد دبلومات وبعمل ماجستير أو بعمل دراسات أونلاين معتمدة سواء من أي دولة تعجبني أي جامعة أخطبها وأبدأ أعمل معاها اتصال واخد محضراتي وامتحن وأتناقش أونلاين صحيح كل ده كنا بنعمله من زمان وشهادات معتمدة جدا عالميا وما فيش فيها مشكلة احنا عندنا هنا في مصر اتأخرنا قوي ميزة كورونا انه خلتنا يعني بالضغط هنعمل غصبة عننا احتاجنا تمام يا فندم احتاجنا قوي فحضرتك تكلمنا عن احتياجنا وما نكونش يوقع بنشتغل الاحتياج احنا بنشتغل ده الطبيعي بقى خلاص تمام طبعا يا فندم كلام حضرتك ده دعوة عامة فعلا للناس واذا كنت حضرتك تمكنت بالفعل في فترة من حياتك انك انت تتعامل اونلاين مع بعض الكورسات المعترف فيها فانت في الفترة دي كنت حالة زي ما نقول كده ايه مش معمامة اه يعني كنت حالة كويسة وبتقداري لكن دعوة حضرتك دلوقتي لكل الناس انهم يهتموا بفكرة التكنولوجيا وان جائحة كورونا فعلا الحاجة تولد الاختراع الحاجة قوم الاختراع فاحنا دلوقتي فعلا عايزين نقول ان لازم نتجه هذا الاتجاه وياريتنا كان عندنا بنية تحتية من سنوات طويلة عشان نقدر ايه ان نكمل فدلوقتي فعلا احنا محتاجين التكنولوجيا بكل اشكالها خصوصا في مجال الاتصالات وطبعا عمرنا ما هنقدر نتكلم ده بشكل فردي ولكن بالفعل توفرة الاراضة السياسية وده مهم جدا جدا عشان يكون عندنا انزمة اتصالات قوية جدا جدا تقدر بالفعل انها تخلي التكنولوجيا بتاعتنا على الارض الواقع لان انت من غير بنية تحتية ومن غير قوة في عملية الاتصال دي مش هتقدر تعملي حاجة حتى لو انت تمتلك الفكر الحكومة كلها هتكون تكنولوجيا الحكومة كلها هتكون التعاملات بتاعتها عن طريق الانترنت ده موجود ده موجود كلام سليقوي ده انا بقول له حضرتك ده الاراضة السياسية اللي توفرت عشان كده كل حاجة تظهر للنور فعلا احنا كتعليم احنا فيها ماشين صح مش اقوية بالشكل اللي نقول ايه لا الخطأ الخطأ مظبوطة مظبوطة وسليمة وعلى ارض صلبة وفعلا بدأ ايه وعندنا بنية تحتية اللي كنا بنشتكي منه من سنتيم تشكيش منه الوقتي يعني يعني في بداية فكرة التابلت والكلام ده ده كانت مشاكل كبيرة جدا وكانت ظهر العيان وانقطاع الاتصال وعدم توفر الاختبارات لدركة ان يعني احنا بنعمل اختبار الالكتروني وانترنت بنخش وبعدين فجأة انه تقطع فانه عاملين ورق في نفس اللحظة مش الانترنت اللي تقطع الكهربا قطعت دائما دي مشكلة عبور يعني مشكلة عبور شوف يعني احنا بنتكلم فكرة الكهربا بتقطع تمام او يقولك هنستخدم التابلت وقريدي المدارس او ما فيهاش ما فيهاش حاجة ما فيهاش وحياتك فاهم انا بتكلم فيه في بعض القرى ما كانش فيها كهربا كلام سليم فكنا حقيقي وقفين قدام مشاكل احنا ما عندناش مشكلة ان احنا نتعامل مع التكنولوجيا حاضر كلام صح ولكن اديني امكانيات علشان اديلك نتائم صح الكلام ده كلام فدلوقتي او انا شايفة ان الكورونا سبحان الله يعني جات لنا من عند ربنا صح علشان اننا نلاقي فعلا طرق كتير علشان نعمل نغير الاسدوب الحياة بتاعنا تمام كله في كل عادتنا وفي كل حاجتنا جو كان نظيف والناس قاعدة في بيوتها ده صحيح ما كانش فيه عربيات كتير صحيح ففي حاجات كتير مزايا مش عايزين نبص للابتلاء او للوباء ده لانه عيوب كلام سليم ومزاياها الحقيقة ان دور حضراتكم اتعظم قوي كلام سليم يعني حضرتك والدكاترا دور اتعظم قوي صحيح وانا مستغربة انه كان فيه كل ايه التكنولوجيا التعليم او التكنولوجيا المعلومات دي من 40 سنة كلام سليم صحيح صحيح زمان جدي يعني اه يعني حتى انه كان عندي فضول انه هو يعني كنت من 40 سنة بتدريسه ايه ده كان الكمبيوتر قد كده حياتك بتقولي لأ دي مجالات كتير صح لما هي من وقتها كده واحنا لسه موصلناش ولا يعني ولا تواكبنا مع العالم طب احنا كانت المشكلة فين في الاراضة السياسية ولا كانت ان الكورونا تيجي ولا كان ايه يعني حضرك بتثيري حاجات مهمة اوي فعلا تخصصات دي موجودة من زمان اوشي فعلا وتكنولوجيا المعلومات موجودة فعلا استفدت انت اوي من كورونا والله حقيقة صحة العالم كل وصحة الدنيا كلها وصحة حتى بلدنا هنا بدأنا فعلا نخليها على ارض الواقع وبدأنا نستفيد لان زي ما ساعدتك قلت هو فعلا تخصصات دي موجودة من زمان اوي لكن احنا ما كناش حاسين بها ليه عشان احنا ما كناش مدينها قوة الدفع القوية ما كنو واخدينها كأطار نظري ما كناش واخدينها كشيء واقع على ارض الواقع ما كناش موفرين الصبل فعلا عشان تقبع تكنولوجيا المعلومات مهمة بعدين عايزوا اللحظة قالها ما هو ده مرتبط بكل حاجة مرتبط بالنحل اقتصادي يا لنا مرتبطة بسوء العمل اللي احنا محتاجينه مرتبطة بكل حاجة ما نقدرش ان احنا نكتزئ هذا الكلام ما هو كل المجال فعلا ما كانش متقدم او ما كانش بيخطو خطوات سريعة حتى تقدم لكن لما بدأنا نخطو خطوات من غير كورونا بدأنا نستشعر ان احنا محتاجين فكرة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا بصفة عامة فبدأنا فعلا نجري ناحيتها صحيح كانت الخطوات بطيئة لماذا كانش فيه الدفع القوي ولو اني كان فيه قطاعات قوية يعني ما كانتش منتشرة على مستوى الجميع زي ما احنا بنبحث جميعا بمختلف تخصصاتنا عن التكنولوجيا كانت زمان حكرة على فئة كانت رفاهية اه اه يعني كان المدرس نفسه كان بياخدها كارفاهية والناس كان بياخدها كارفاهية انما فعلا جائحة كورونا فعلا اه حتى لو كنا بنجري لا ده عنا بنجري ده احنا بنجري قوي بسبب اللي بيحصل يومين دول وان الدولة فعليا مهتمة لكن بقت اكثر اهتماما ففعلا التخصص زي ما ساعدتك قلت كان موجود من زمان اما الفين قصروا وفعلا كانش قصروا باين دي الحقيقة لكن الاحداث المتسارعة اللي بنعيشها خلت قصروا باين قوي الانفتاح اللي العالم كله منفتح على بعضي ده خلت انك لازم تكون في المكان ده احنا اتأخرنا في بعض الخطوات يعني فكرة تابلت اللي موجود ده احنا متأخرين قوي استخدام الامتحانات الالكترونية وبقت في الجامح امتحانات الالكترونية دلوقتي وبقت الامتحانات اونلاين دلوقتي في بعض التجارب اللي احنا ماشيين فيها في مدارسنا ده فندم خطوات كانت المفروض تيجي من الزمان جات الحمد لله وعشان كده احنا بنبني عليها ويا رب دعوة حضرتك دي تكمل طب جات بالاجباط جات بالعافية والكلمة اللي حضرتك قلتها من شوية ده احنا بقى نوزعها على كله ان يا جماعة عندنا تخصص مهم ما نسيبوش ميت لحد ما الدنيا تخلينا نتحرك لا احنا عايزين فعلا من خلال دعوة حضرتك كل تخصصاتنا نمشي فيها صح وبخطوات لقدام يعني الحقيقة حضرتك كلمت عن سوق العمل كورونا خلتنا نستخدم التكنولوجيا في سوق العمل في مهن كتير قوي بقى انا بنشتغلها دلوقتي ممكن تكسب وانت قاعد في البيت قاعد ومعاك جهاز الكمبيوتر بتاعك كمبيوتر او لابتوب او حتى تليفون او اي حاجة تقدر ان انت تدخل عليها بشكل كويس على الانترنت ممكن تكسب فلوس انت موفر مواصلات موفر صحتك موفر مجهودك موفر حاجات كتير جدا ممكن تكون بتكسب كتير كل ده كان فين يا دكتور ليه ما كنتوش بتوعونا طيب والله حضرتك يعني كان دوركم مهم وكان المفروض انه يحصل يعني توعية شديدة او ضغط تعرفونا قيمة التكنولوجيا في كل مجالات الحياة صح الكلام لكن انا عايز الفلنظر حدثك الحاجة تمام ثقافة المجتمع نفسه كانت رفض رفض عليك اه مش متعاونين اه انا احنا عايشين وسط الناس تعالي النهاردة حضرتك اه انا جاي من الشارع دلوقتي طبع انزلي حضرتك وحضرتك نازل دلوقتي اه عديلي الناس اللي لابسة كمامات وعدي الناس اللي مش لابسة كمامات طبع انت هتلاقي نفسك في حالة زهر والدولة عمالة تقول كل يوم موجة تانية موجة تانية واسعب من الاولى بالزبط وهنقع وخدوا بالكو هنقع وانزلي حضرتك دلوقتي الشارع بس بص كده نظرة من عربيت حضرتك كده ولا نزلة بتشتري حاجة انت لو لابسة كمامة تلاقي نفسك غريبة هتلاقي اه بقى مليش دعوة اه اه طبعا طبعا لان حضرتك وعية بالفكرة انا بقى لابسة كمامة تعالي نزلي كده انت عندك مجتمع صعب انك تأثر فيه قوي لانه هو لأفكار مختلفة لا بس هو لما بيحس بقيمة الحاجة دي بيعملها طب ما حس في الموجة الاولى فنلابس كمامات يا فندم في الموجة الاولى طب والموجة التانية مش راضي طب ما انت تعبت تعبت في الموجة الاولى تعبت وعدد الوفيات كان كبير واطباء اتوفوا وممرضات اتوفوا والدنيا كانت هيصة بعدين جينا للموجة التانية لا والحقيقة ما كانش الموضوع يعني كان يقولك لا اصل اللي عندهم امراض مزمنة لا شباب زي الورد شباب اطباء الناس بصحة كويسة اطباء فاهمين المرض ومقلوش ان هما يسيطروا على الفيروس طبعا طبيب اتوفى طبيب فاهم غيري طبيب طب فاهم ايه اللي بيحصل اتوفى من كورونا وهو كان هو مش عايز يموت يعني ومع ذلك واخد احتياطاته اتوفى اطباء اتوفى ما نقول الليل في الشارع نفهم من كده انه حضرتك شايف ان احنا ماشيين في يعني ايه تقييم حضرتك الطريق اللي احنا مش ناله مش هقول من الاول هقول في فترة الكورونا دي لقى حلو جدا احنا شايفة ان احنا خدنا درس حلو جدا اه خدنا درس حلو جدا استفدنا من المعلومات بتاعت حضراتكم الدراسة اللي بقى الهربعين سنة ما احنا مش حاسين بيها بدأنا نعرف قيمة التكنولوجيا وعرفنا ان التكنولوجيا دخلة في كل حاجة بس احنا منستغلهاش مصبوط صحيح عايزة من حضرتك كلمة اخيرة للاباء والامهات الاولياء الامور اللي كانوا معارضين او مش متجاوبين مع انه يكون فيه مرونة في اننا نتعلم في بيوتنا او ولادنا يتعلموا في البيت ويتعلموا بنفس الكفاءة لما يوحوا المدرسة تمام الكلمة اللي انا هواجهها لكل الناس بصفة عام اولياء الامور بصفة خاصة ساعدوا ولادكم انهم يستخدموا التكنولوجيا بشكل سليم لان ده المستقبل الحقيقي ساعدوا ولادكم انهم يفهموا هي الدنيا بيدور فيها ايه؟ فيما يخص عملية التعليم والادوات المتاحة والتكنولوجيا المتاحة ساعدوهم انهم يتعلموها كويس لان المستقبل هو ده اذا كنتوا عايزين تساعدوا ولادكم بعد سنين جاية فدي التكنولوجيا الحقيقية ساعدوهم في استخدام اجهزتهم اللي معاهم ساعدوهم وفهموهم ان ده الاساس في التعليم في سنوات جاية خلاص احنا جزء من عالم بيتصارع في فكرة التكنولوجيا واللي هيعيش من غيرها بعد كده ملوش مكان وبدل ما تودي درس خلي ابنك يتفرج على الفيديوهات اونلاين حيفهم اكتر على فكرة وحيلق المعلومة ولما تفوتوا حتة هيعدها مرة واثنين وثلاثة وحيوصل بشكل مظبوط وبشكل صحيح وهتوفر فلوسك اكتر احنا بنشكر حضرتك شرفتنا ونورتنا الدكتور مجدي عبدالبديع استاذ تكنولوجيا التعليم جامعة طنطة اهلا بحضرتك واهلا بالتخصص الجديد القديم شكرا فانده تمام بعد الفاصل مكملين معاكم في ساعة صبحية استنون